السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نصائح مهمة للتحكم في العقل الباطن يجب استخدام طرق مجربة لبرمجة العقل الباطن وهندسة أفكاره بطريقة إيجابية التفكير بالأشياء الجميلة وأنها ستحدث واعتقاد السعادة في كل شيء القلب أيضا له دور كبير في التحكم بالعقل الباطن من خلال توريد أفكار الحب والشعور بالسعادة من القلب إلى العقل الخيال وتكوين الصور الذهنية تفيد العقل الباطن أكثر من الكلمات تتولد الأفكار الإيجابية والهادئة والموجات الإلكترونية المفيدة من خلال التفكير بقدرة الله على فعل كل شيء وشكره تخيل ما تريد أن يتحقق فورا وعلى الأغلب سيتحقق الابتعاد عن الشكوى الدائمة والتدمر من الأشياء لأنها تركز على المشكلة لا على الحل التقرب من الأصدقاء المتفائلين والذين يتحلون بروح مرحة مقبلة على الحياة لا تنسوا اختيار من يعطيكم طاقات إيجابية رائعة وابتعدوا عن أولئك الذين يسرقون طاقاتكم أتدرون إنهم يبرمجونكم سلبيا وأنتم لا تدرون وعليه تحروا الإيجابية في كل شيء في المحيط في الكلمات في كل شيء تقرأه تنظر إليه تفكر فيه تتخيله دمتم أحبائي ترجمة نانسي قنقر